اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مشروعا متكاملا منذ بدء الانطلاقة واذا كان المثاق والدستور المعدل يتضمنان اساسا البعد السياسي لهذا المشروع الاصلاحي الشامل فان هذه الخطب والكلمات في مجموعها تطرح الابعاد الاخرى للمشروع في شموليته ولابد للباحث المدقق ان يتوقف عند هذه الابعاد مجتمعة وينظر اليها برؤية تكاملية هذا هو اختصار مكثف لمعالم هذا الخطاب الجديد على مستوى القيادة في البحرين لن يغني عن قراءة متأنية لكل خطبة او كلمة لرجل يعني ما يقول فنهجه قول وفعل كما لمس ذلك كل مواطن بحريني وكل مراقب للشأن البحريني وفوق هذا هو رجل يدقق في اختيار كل كلمة بعد ان يعطي كل فكرة حقها من التأسيس والتطوير والانضاج مفكرا مع رجاله بصوت مسموع وقلب مفتوح وتواضع جم لا يتأنى الا للصفوة من القادة المؤمنين بالحوار الديمقراطي وقد استمع اليه متحدثا عفويا الكثيرون من ابناء شعبه في مختلف المناسبات والمشاورات والمحاورات وتبينوا قدرته على النفاذ الى القلوب والعقول بمكاشفة ومصارحة وشفافية استطاعوا بانفسهم سبرها والحكم عليها بما يتعدى الكلمة المكتوبة فالاسلوب هو الرجل متحدثا او ملقي فهذه الخطب والكلمات هي انموذج للخطاب السياسي المتميز والمكمل لميثاق العمل الوطني ودستورها وتأتي متجاوزة لدورها كخطب مناسبات كما تعارفنا عليه في خطابنا العربي التقليدي فهي صنع لاحداث حيث بين خطاب واخر كان يصنع تاريخ جديد لوطن التاريخ والحضارة مملكة البحرين فتلتقي الكلمة بالفعل صدقا وامانة مثلما نتمنى ان يصبح خطابنا العربي الجديد